احنا منتوقع انه راح يكون علينا ضغط هائل وهذا بيخلينا نفكر انه او اه يعني رسائلتنا بتطلب انه احنا نقوم بفتح قسم جديد احنا في المرحلة الحالية اه منعاني من خسائر فادحة بسبب اه القسم اللي فتحنا بيتطلب مصاريف عالية جدا اه فعملية فتح قسم اخر برغم انه حاجة ماسة وضرورية وسريعة لكن الازمة المالية اللي بنتعرض لزبقية المؤسسات عم بتخلينا نفكر كيف ممكن نمول عملية فتح هذا القسم فبنطلب من المحسنين واللي اه بقدروا يساعدونا انه نتجاوز هذه المرحلة لانه راح تكون مرحلة سعبة جدا وطبعا اه مستشفى المقاصد اه بالقدس الشرقية عنده قسم وبرضه عماله باستقبل مرضى الكوفيد لكن هذه القسمين مش كفاية يغطي سكان القدس الشرقية لعددهم حوالي تلاتمائة وخمسين الف نسمين واخاصة ان القدس مقتضة بالسكان فعملية الاختلاط بين المصابين والاشخاص العاديين عالية جدا وهذا سبب عم بواحد من الاسباب اللي عم بيزيد انتقال العدوة بشكل سريع وآآ يعتبر القدس الشرقية من اعلى المناطق بالاصابة واحنا متوقعين انه بعدنا ما دخلنا المنطقة المنطقة الحارجة احنا بنتوقع شهر آآ عشرة او شهر احد عشر نوفمبر انه يكون آآ وضع اصعب كتير من اللي احنا في اليوم شكل خطورة كبيرة جدا عدد الحالات الاجمالي في المدينة وصل الى اكتر من تسع الاف حالة من بداية الجائحة الحالات الفعالة حاليا تشكل اكتر من الفين حالة وتشكل ثلاثين بالمية من نسبة الاصابات في مدينة القدس بشرقيها وغربيها هذا العدد هو عدد ضخم وكبير جدا ونتيجة عدم قدرة المستشفيات على استعاب الحالات الصعبة والمرضية التي تحتاج لعلاج الطبي المكتف نتيجة انطلاء كافة المستشفيات في شرقي القدس وغربي القدس بالمرضى من اسبوعين واكثر اكتر من ستة وعشرين حالة من مدينة القدس تم نقلهم الى مستشفيات الداخل الفلسطيني لعدم موجود امكانيات لاستقبال هم في مدينة القدس هذه الحالات مرشحة للزيادة في الفترة القادمة نتيجة تصاعد وتزايد اعداد المصابين في كل يوم هذا ينذر بخطر كبير يهدد احبتنا واعزائنا كبار السن والمرضى مهددين وتهديد حقيقي وفعلي اذا اصابهم الفيروس قد يؤدي الى وفاتهم عدد الوفيات في مدينة القدس تجاوز الخمسين حالة حتى الان ويوميا نشهد حالات وفاة جديدة بكل يوم وقد تتزايد في الفترة القريبة نتمنى من جميع المستمعين والمشاهدين ان يستمعوا ويلتزموا بالتعليمات الصحية بالوقاية والالتزام بالتعقيم والابتعاد عن مخالطة المرضى كل انسان خالط مريض عليه ان يلزم بحجر نفسه هناك مشكلة اضافية اللي هي عدم توفر نقاط الفحص بشكل كامل في مدينة القدس نقاط الفحص لدرايب ان تم ايقافها في الاسبوع الفائث لاكثر من عدة ايام وهذا يؤدي الى زيادة تفشيء المرضى هناك كان مشكلة اخرى وجود عدم وجود محطات فحص في مناطق الموجودة داخل الجدار مخيم شعفات وكفر عقب ومخيم قلنديا تم فتح هذه المحطات بعد فتت مماطلة طويلة وهذا الامر ادى الى زيادة عدد الاصابات في المرحلة السابقة في المرحلة القادمة نتوقع ان تكون الزيادة سريعة جدا اذا لم نلتزم بالاجراءات الصحيحة فلن نستطيع السيطرة على الوباء نعم اشتركوا في القناة